السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المحاضرة بتاعت النهاردة هنشتغل مع بعض التحقيقة الخاصة بنظام ادارة المشتريات الموجود في انظام الموردين هنفتح تحقيقة المشتريات اول شاشة انواع تكليف المشتريات شاشة انواع تكليف المشتريات بتستخدم علشان نعرف الطرق بتاعت الشراء وتحليل المصروفات المختلفة لكل طريقة على حدة تمهيدا لاستخدامها في عمليات الشراء عن طريق الاعتمادات المستندية يعني ببساطة الشاشة دي تحط فيها الطريقة اللي هاشتري بيها في الاعتمادات المستندية والحسابات اللي هتبقى مربوطة بالطريقة بتاعت الشراء دي وعلشان ناخد مسال على المدارات عشان نفهمه اكتر هنستعرض طرق دي طرق تكلفة الاعتمادات المستندية اكتر الطرق المستخدمة فيها اللي هي والسي اي اي اف والسي اي اي اف هنا هنتحمل التكلفة الشراء والانشورنس والفايد التكلفة الشراء والتأمين والشاحن في اه 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 هتبقى يعني وانس ان هي اه اه تتحط على الظهر السفينة بيتحمل المشتري كافة التعملات المالية من تكلفة بضاعة وتأمين وشحن ونقل ونولون وكل ذلك عدى جمارك الخروج من بلد الباقع السي اي اي اف الهيل كوست فرايت اه اه دي بنتحمل اه بيتحمل فيها المشتري اه 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 التكلفة الشراء والشحن واللي هيقوم بشحن البضاعة هو اللي هتحمل كل من تكلفة البضاعة والتأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم في ميناء البستورت فايا كانت الطريقة اللي احنا هنستخدمها من الطرق ديت اه اه هنربطها بالحسابات اه اه بتاعتنا اه من خلال الحسابات ديت علشان اه نقدر نتعامل مع اه هذه الطريقة بعد كده في عملية الشراء في الاعتمادات المستخدمة ازاي بنقدر نستخدم الشاشة ديت هنا بعض الضغط على زرار اضافة هو اوتوماتيك كتب لي رقم طريقة التكاليف ايه فانا هنا وبعد كده اسم طريقة رقم طريقة التكاليف واحد هنا هنكتب له اسم طريقة التكاليف ايه اللي هي ف او بي مسلا اف او بي هنا يبقى احنا بنتحمل ايه في اومبورد في اومبورد يعني المشتري هيتحمل كافلة المعاملات المالية تكلفة البضاع والتأمين والشحن والنقل والنولون كل حاجة مع عدل جمارك بس في ايه في بلد الباية بعد كده في حساب اعتماد الفاتورة هنا هحط الحساب الفاتورة هتتسجل عليه اللي هيقيمة فاتورة المشتريات هتتسجل عليه طبعا الحساب ده هيكون من الدليل المحاسبي فهندوس مسلا هنا كده الف تسعة علشان نستعرد كافة الحسابات الموجودة عندي في الدليل المحاسبي هكتبله هنا اعتماد مستندي طيب طيب واضح ان ما فيش حسابات مضافة للاعتمادات المستندية فهندطر نروح لشاشة الدليل المحاسبي علشان نضيف اعتمادات مستندية نقدر من خلالها نعمل عملية شراء لنحط عليها نحط حسابات علشان نحط عليها قيمة نحمل عليها قيمة فواتير البيع دي. اه اسف المشتريات دي. هنيجي هنا عند الاصول الاصول المتدولة الاعتمادات والتحصيلات المستندية الاعتمادات المستندية في عندنا نوعين اعتماد شراء اصول واعتماد شراء خامات يعني عندنا حسابات للاعتمادات عظيمة هنا الحساب مكود على انه حساب رئيسي علشان كده ما بزهرش معي هناك اه في الشاشة بتاعة المعملات هنضيف حساب جديد بس عملية تراجع عن عملية التعديل دي وهنيجي هنا ونعمل عملية اد او اضافة وهنكتب اعتماد مستندية بعد كده هنا هتحدد ان هو فرعي هياخد الربا ستة مضبوط هني نقوله ان ها هي هتعامل بالعملات بالعملات الموجودة عندنا كلها ثم هنعمل عملية حبس نرجع تاني للشاشة اللي كنا فيها اللي هي شاشة انواع تكلفة المشتريات هنواع فيه حساب اعتماد الفاتورة وهندوس اف تسعة وهنجتم هنا اعتمادات هزهر للحساب اللي احنا عملها ده دلوقتي بكده الفاتورة اللي هاشتغلها على طريقة الاف او بي هتحمل على حساب هذا الاعتماد وممكن للدقة نعمل تعديل على اسم الاعتماد دوت على اسم حساب الاعتماد دوت ان هو اعتمادات مستندية اف او بي مثلا علشان يبقى مربوط وواضح كمان حتى بالاسم في العمليات الشرعة بالاعتمادات المستندية سف اه تعديل مش اضافة هنعمل تعديل هنستعرض للحساب كده وبعد كده ندوس تعديل اعتمادات مستندية اف و بي هنص بعد كده هنا عندنا عدد الحسابات الاضافية في الخاندية هنا بقول انا عندي كام حساب اضافي هاخترهم هاخدهم من الحسابات المتخانات الموجودة عندي تحت ديت علشان اقدر اربطهم بطريقة الشرعة ديت احنا قلنا ان هو بتحمل يعني يعني هتحمل النقل والشحن والتأمين فعندنا تلات حسابات اساسيين هنستخدم هم هنا يبقى هنا هكتب رقم تلاتة وانس ان انا هنا كتبت تلاتة ودست انتر فهو هيسمح لي ان انا استخدم واحد اتنين تلاتة التلاتة اه خانات الاولانين دول ومش هيسمح لي ان انا اشتغل في اي خانة تانية حتى لو ضغط في اي خانة تانية ينزل اه معي في اي خانة لان انا هنا كتبت تلاتة بس فهو بيسمح لي بعدد الحسابات اللي انا بكتبقى هنا ان انا اقدر اتعامل عليها آآ تحت هنا آآ بعد كده هاجي هنا في الخانة آآ ديت وادوس اف تسعة علشان استعرض الحسابات مسلا همضيف هنا في اول آآ حساب النقل او الشحن مسلا شحن ما عندناش عسابات للشحن نصر وفورد شحن تمام همضيف النقل مسلا وبعد كده هنيجي هنا ونضيف مسلا التأمين ما فيش تأمينات على البضايع يبقى هنروح للدليل المحسابي مرة تانية عشان نكارية حسابين حساب الشحن وحساب التأمين على البضايع نيجي هنا في المصرفات في المصرفات الموليدرية في المصاريف المتنوعة هنيجي هنا نضيف نصرف واشا نوع فرعي بالربع ستة نتعامل مع كل الأملات وحبس ندخل حساب التحليل بتاعه بعد كده هنروح للأصول آآ اسف اللخصوم في تأمينات المستحقة هنروح للأتأمين آآ بضائع نوع الحساب فرعيه هتعمل مع كافة العملات وتحليل التواعيم ثم حفظ بعد كده ارجع مرة تانية للشاشة بتاعتي شاشة ارواح تخليف المشتريات وبدوس كف تسعة وحط هنا حساب الشحن وبعد كده هنا في الحساب الخام تلاتة تأمين ثم حفظ بكده انا ضفت طريقة آآ آآ او نوع من انواع تكاليف المشتريات آآ آآ في شراء الاعتمادات المستقنادية وطبعا الشاشة ديات مش هتقبل ان هي آآ تشتغل معايا آآ الا في حالة آآ ان انا اكون عامل آآ مفاعل المتغير استخدام حسابات ثابتة للاعتمادات المستندية في آآ آآ شاشة متغيرات نظام الموردين في تهيئة الموردين علشان اقدر آآ آآ احط آآ حسابات هنا آآ آآ سابتة للاعتمادات المستندية ولطريق طرق آآ تكاليف او انواع تكاليف المشتريات للاعتمادات او المشتريات الخارجية هنخرج بعد كده ونخش في الشاشة آآ اللي بعدها انواع طلبات الشراء شاشة آآ آآ انواع طلبات الشراء زي ما احنا شايفين بتتحلنا ان احنا نضيف انواع آآ لطلبات الشراء آآ ده طبعا كما يتوافق مع طريقة الطريقة اللي الشركة بتشتغل بها آآ آآ ممكن مسلا تكون آآ حسب النشاط يعني آآ شراء مواد غزائية مشلا شراء آآ 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 فطع اساس شراء او اي ان كان نوع الطلب ممكن تبقى آآ على حسب آآ المخازن عندي او الحسب استخدامي جوه الشركة نفسها شراء اصول وشراء اخامات وشراء آآ منتجات آآ سلعية ومنتجات خدمية آآ ممكن تكون على حسب الطبيعة الجغرافية طلبات شراء محلية وطلبات شراء خارجية مسلا فاحنا هنضيف على حسب الطبيعة الجغرافية عن طريق الضغط على زرار اضافة هنا آآ آآ هدلنا رقم اتنين معنا كده ان موجود رقم واحد هنا طلبات شراء محلية لو عايز اكتب الاسم الاجنبي هكتبه ومش عايز اكتبه هي خانة اختيارية مش فيها اي مشكلة ثم نعمل حفظ ونستعرض في طلب شراء وفي ده اللي كان مجبر مجالة السيستم قبل كده وبعد كده في طلبات شراء محلية اللي احنا طلبات بعد كده هنضيف مرة كمان طلبات شراء خارجية ثم حفظ بعد كده هنخرب ونخش فيه انواع اوامر الشراء شاشة انواع اوامر الشراء بتشتغل بنفس فكرة شاشة طلبات الشراء لكن آآ على اوامر الشراء. آآ ويستحسن ان انا اربط يعني او آآ وانا بعمل طلبات شراء آآ آآ اعمل آآ انواع اوامر شراء وانا بعمل انواع طلبات شراء اعمل انواع اوامر شراء زيها علشان لما اربط طلبات الشراء باوامر الشراء يبقى الموضوع آآ سهل آآ وبسيط. وطبق او كما يتراء للمنشأة آآ في طريقة شغلها وسياستها المالية والشرائية آآ في التعامل مع المشترات بتاعتها. فاحنا هنضيف هنا عن طريق الضغط على الزرار اضافة. اوامر شراء محلية. واوامر طبعا ضغط مرة تانية على الزرار اضافة. شراء خارجية. ثم حفظ. هنا خانة الاسم الاجنبي لو عايز اضيف فيها بقان هنضيفه. مش عايز اضيفها زي ما احنا شايفين آآ حقل آآ اختياري مش اجبالي ان احنا نملاه ونستعرض هنلاقي كان مبرمج عليه قبل كده. آآ امر الشراء اللي هو وبعد كده رقم اتنين اوامر آآ شراء محلية واوامر شراء خارجية هنا كلمة شراء مش مزبوطة ممكن نخش نعدل عليها مرة تانية بان احنا نختار النوع دوت وندوس على زرار تعديل ونيجي هنا نقول له نضيف حرف الرأي يبقى اوامر شراء محلية ثم هنحفظ. هنخرج ونخش في شاشة اعباء مشتريات الاصناف. هنا في حالة ان انا هيزا اضيف آآ آآ هيقف في رقم العبادوس اف تسعة. اللي تحقق اي بيانات. هنروح لشاشة اعباء المشتريات. الموجودة في آآ تهيئة الموردين. اعباء المشتريات. ونستعرض الاصناف الموجودة. الانواع الموجودة. فيه نعبق عني واحد. هو على مستوى الفاتورة. هنا في حالة انه هو على مستوى الفاتورة. مش هيزهر معي في شاشة اعباء الاصناف. لان احنا هناك بنحمل الاعباء على الاصناف. فممكن نضيف هنا اي بقى جديد ونسميه مسلا تعبئة. وتغليف. وبنقف في اسم الحساب وبنجيب آآ حساب التعبئة والتغليف. نشوف والتعبئة والتغليف. وهنختار انه هيكون على مستوى الصنف. وهنا نوع الاعب مبلغ. بالجنيه. ثم حفظ. نرجع بعد كده للشاشة بتاعتنا مرة تانية. هنا لو دوسنا اف تسعة هيزهر معنا حساب التعبئة والتغليف. او عب التعبئة والتغليف. هنا بقدر اضيف قيمة العبئة للصنف الواحد من الشاشة من هنا. وهقول له من تاريخ واحد تسعة الفين وتسعة الى عشرة الى تلاتين تسعة الفين وتسعة عشر. انزل الاصناف. بكده هو نزل لي كل الاصناف الموجودة في مجموعة واحد. ونزل عليها العبء رقم اتنين. اللي اسمه تعبئة وتغليف. الاصناف الموجودة في المجموعة واحدة كلها. ونزل قيمة العبء اللي هينزل على كل الاصناف ديت من تاريخ كزا الى تاريخ كزا. في حالة اننا آآآ تعاملت على هذه الاصناف. فاقدر اضيف عليها في فاتورة المشتريات هذا اللعب. بعد كده هخرج. ونخش في شاشة ترميز المصاريف. شاشة ترميز المصاريف بتسمح لي ان انا آآآ اضيف مصاريف سابتة اقدر استخدمها آآ في آآ معور فواتير المشتريات. نعم طريقة ضغط على زرار اضافة. هو هنا كتب لي رقم المصروف واحد آآ هو اول مصروف اضاف. هنضيف مسلا مصروف تحميل. مسلا. لو عايز اضيف الاسم الاجنب لي هضيفه ومش عايز اضيفه. هي خانة اختيارية. بعد كده هاجف رقم الحساب اللي هيتحمل عليه آآ قيمة هذا المصروف. مصروفات تحميل وتحتيق. لو عايز اسيف المصروف بهذه الطريقة اقدر احفظه. آآ وبعد كده اضيف له القيمة بتاعته في آآ فاتورة المشتريات. ولو عايز آآ آآ ادخل الحساب مش من هنا. ادخله في فاتورة المشتريات فقط بس ان انا بضيف هنا اسم او ترميز للمصروف. وبعد كده بربط الترميز دوت دي آآ آآ حساب في فاتورة المشتريات. باختار المتغير ادخال الحساب في فاتورة المشتريات. وهنلاحز مع بعض ان لما بفعل المتغير ادخال الحساب في فاتورة المشتريات هنا رقم الحساب لونه اصفر اجباري بدون فاعل. لما بفعلها فهنا بيخليهوش اجباري وبيخليه اختياري. وما اقدرش استخدم اصلا الخانة ديت. نسوف امباش اختياري. هو انا ما بقدرش استخدم خانية رقم الحساب. لان في الحالة دي انا احط رقم الحساب في فاتورة المشتريات او اثناء اعمل فاتورة المشتريات. هنا هنقل بتعميل مسلا. طيب هيفيدني في ايه? ان انا ادخلهم هنا. ادخل رقم الحساب هنا واربطوا من هنا. وهيفيدني في ان انا ادخلوا من فاتورة المشتريات. اذا دخلت رقم الحساب هنا. يبقى انا كده بحمل كل مصاريف التحميل آآ لكل الفواتير اللي هنزل فيها المصروف دوت. على الحساب آآ مصروفات تحميل وتعطيها. في حالة انا ادخلت في فاتورة المشتريات. لان ممكن المورد آآ بتاعي آآ هو اللي يتحمل التحميل دوت. آآ ويحطه لي آآ على تمن البطاعة بتاعتي. آآ آآ اقدر اضيفه آآ على حساب المورد آآ آآ مباشرةً من آآ 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 الفاتورة المشتريات كحساب دايد. في النهاية الموضوع كله كما يتراءى للشركة آآ في سياستها المالية والشرائية. هنضيف هنا حساب التحميل. فايند. اوكي. ثم حفظ. آآ اتمنى المحاضرة بتاعت النهاردة كانت آآ محاضرة سهلة. آآ تمانياتي بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.